في دراسة سوها كانت عن شبكة العصبية للنساء نيورنكروك فحطوا على التماغه وقدروا يعرفوا هو إيش يفكر فيه في نسبة 80% صح بالذكال الصناعي بدون ما يتكلم أيوه أيوه يا الله لا لا طيب مصيبة لا ليش مصيبة خالص نعمل حاجة جميلة جدا الله ما قولني مراتي أنا عايزة أخرج أصحر مع أصحابي تقولي ماشي أخرج أنا عايزة أعرف هي بتفكر ماشي أخرج هزلنا مني ولا ماشي أخرج ما تخرجش ما تخرج طيب طيب إنما لو عندي لو عندي اللي تشيب دي في دماغي وإيه عندها تشيب دي في دماغة مش محتاجين نتكلم آه حبيبتي أنت مش هزيل أخرج منهارة طيب فأنا مستني تكنولوجي دي دي بصراحة أهلا هذا فنجان من ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح أنا خايف والكل خايف ذكاء الاصطناعي وما هو مستقبل البشرية المشكلة لما نقول مستقبل البشرية شو اللي يجي يجي في بال ناس أنها بعيد والمصيبة أنها قريب شفت الآلة المعلمة في خان أكاديمي اليوم طلعت وأدركت أننا ما نحتاج مدرسين من اليوم مو بعد سنوات لا من اليوم وتقرأ أن وزارة الدفاع الأمريكية تستثمر في الذكاء الاصطناعي والروبوتات فأتخيل بوستن دايناميك مثلاً مع ذكاء الاصطناعي وبعدها لنحتاج لجيش بشري وتشوف بنفسك قدرة شات جي بي تي وتعرف أن العالم اللي نعرفه اليوم ما يشبه الأمس وتسأل العلماء في بكاء الاصطناعي والباحثين والعاملين فيه ويتفقون أن الوظائف أغلبها ما بيكون لها حاجة خلال السنوات القليلة القادمة فالأسئلة كيف تتفاعل الحكومات مع الموضوع لأن الشركات أردي تفاعلت فصل الموظفين بالمئات والألاف من الشركات الموجود واستبدالهم بالآلة في حلول أن الحكومات تعطي فلوس للناس بدون ما يشتغلون وهذا المعروف بضمان الاجتماعي أو Universal Basic Income بس لو الناس أخذت فلوس وهي فاضية كيف بتحقق ذاتها إيش تسوي أسئلة كل أجوبتها مخيفة لكن الضيف يتفق معي على كل التحديات لكن يؤمن بأننا بنلقى حل ضيفي الدكتور عمر عوض الله مؤسس عدة شركات أحدثها منافسة لشركة OpenAI اسمها بكتارا الحلقة سريعة مرة ممتعة مرة مضحكة مرة مفيدة مرة وما منعنا من الاستزادة إلا الوقت الضيق لكن بحول الله بسجل حلقة ثانية قريبا وبتكون برضو في حلقات متنوعة ومتعددة عن الذكاء الاصطناعي خلال الأسابيع والأشهر القادمة ليه؟ لأن هذا التحول هو تحول مهول في تاريخ البشرية يقول رئيس جوجل أن أهم من التحول اللي حصل للبشر عندما اكتشف الإنسان النار قبل أن نبدأ أحتاج هنا مساعدتكم فساعدوني بالوصول إلى شخصيات مثيرة وباحثة في مجال الذكاء الاصطناعي في أي دولة لكن المهم أنه يتحدث العربية راسلونا على بريد البرنامج منجاناتثمانية.com أما الآن إيه نبدأ كديش صعب العربي في الذكاء الاصطناعي ولي ما يفرق؟ صعب العربي علي؟ على الذكاء الاصطناعي لا لا ما يفرقش يعني هو نفس الطرق بس محتاج تدريب ندرب على الذكاء الاصطناعي ندربه على كتب عربي أكتر ندربه على كلام عربي أكتر بس خلاص يعني بعدما ندربه مش فتاكين نعمل حاجة مختلفة يعني ما هي دي فكرة ده جمال السجاء الاصطناعي هو مش زي البرمجة 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 يجب أن تكتب عربي أكتب هذا وبرمج لهذا السجاء الاصطناعي هو بتعلم لوحده يعني أنت بتورده لوحده؟ آه لوحده بتورده مثال أمثلة من الحاجة اللي إنت عايزو تتعلم عليها وهو بيفهمها حاجة حاجة يعني تهبل طيب انت خايف ولا؟ ده أنا مش أشكت خالص والله؟ آه لا I love it ده أنا بتالي إحنا هنعمل حاجات في العالم عمرنا ما كنا هنعف نلاقي علاج لأمراض عمرنا ما كان ممكن نلاقي علاج لها يعني الزكاة الاصطناعية بيفكر أحسن منها وهيقدر هيقدر أنا بحاول التكلم العربي فبيخدني دليلية شوية هيقدر يعمل سرش يبحث في المجال بتاع الاختيارات الموجودة عشان نلاقي الاختيار الصح هيقدر يعالج المرضى أسرع مننا بكتير يعني إحنا كبنادمين بناخد وقت الزكاة الاصطناعية ما بينامش صح يقول الليل والنهار وعمال يدور وكده وما يغلط بيغلط بيغلط بس ما يكرر الخطأ آه ما يكرر الخطأ صح فمعناته بيكون يعني مع الوقت طبيب ما يغلط بزاة عمره ما يعمل غلطة دي تاني إنما الطبيب لو علمته ما تعملش كده غلطة دي تاني أنا ديت الإكزامبل ده في الحديث بعدين مراته ما كنت عليه يوم العملية ما هيغلط تاني الرجل بناءدم يعني ما بس إذا أنت مبسوط بس معنات إنه عندي مليون طبيب بسرعات على العمل أيوة ممكن نتكلف معه ده ده مضح الأولى نحن بدأنا الحق نحن بدأنا الحق أنا فجلسة لا 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 أنت عطيت لي وقت قليل جدا أنا لازم أستغل إنت بدأت تعالت فآه ما هي هو ده يعني الحاجة الإيجابية إن إحنا فعلا هنقدر نعمل حاجات عمرنا ما كنا هنقدر نعملنا قبل كده بسرعة وبدقة وبجودة أعلى من عمرنا ما كنا نقدر نعملوا بكده إنما اللي هيحصل فعلا إن هيبقى فيه وظائف كتير قوي هيحصل لها تغيير في العالم كله وده مش أول حاجة يعني البنقدمين إحنا عندنا قابلية إن إحنا نأدابت نتغير للوضع الجديد اللي إحنا فيه يعني مثلا في الصهارة الصناعية الصهارة الصناعية قبل ما تحصل عشان واحد يلبس توب جميلة زي توب لأنا اللابسه وإنت اللابسه دون كان لازم يروحوا الحق للموا القطن بأيديهم بأيديهم لترلي وبعد ما ياخدوا الحطن الأطن بأيديهم يعودوا يعملوا القطن فتلة 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 وبعد ما قالوا فتلة فتلة يحطوا فيدل جنب بعض عشان يعملوا القماش وبعدين في الأخقص يجي الترزي بقى يقطع القماش ويعمل التوب الصهارة الصناعية جات كل ده تلقى خلال كل الناس دي شغلها راح والناس كانت في الشوارع بتعمل مظاهرات آه شغلنا مهم إزاي تعملوا فينا كده إنما الدرس الأساسي efficiency إننا نحن نقدر نعمل حاجة بقدرة انتاجية عالية لما بتحصل ما فيش حاجة توقف قدامها efficiency always wins القدرة الانتاجية دايما هتكسب إننا أنا أبني عمارة كبيرة سكايسكريبر بالكرينز وخلصها في شهر بدأ ما أبنيها في خمس سنين obviously that's gonna win يعني فنفس الحكاية لما كان هنا عندي دكتور يقدر يشخص نفس المرض بطريقة accurate 100% بسرعة جدا ويعملها في العالم كله كل واحد يبقى عنده الايباب بتاعه ويقدر يشخص له يعني ويكون واحد فقير في الهند مع الايباد يقول له أنت عندك مرض وتاخد دواء إيه دا حاجة جميلة جدا ويكون أفضل طبيب في العالم آه آه ففيه أطباء اكتره يخسروا شغلهم إنما عندنا وعندي ثقة فيه إن إحنا كان بنا أدمين هنأدابت هنتغير وهيبقى أن شغلات جديدة هتطلع بس إش رايك أنه أنت حطيت مثال الثورة الصناعية بس المشكلة أنه مثلا فيها سندار بيتشاي رئيس جوجل صح إيش قال؟ قال إن ذكال الصناعي اللي وسناني اليوم أشبه باكتشاف الإنسان للنار صح صح فما كان يقول أكبر تمامي ما كانت الثورة الصناعية فالتحول أكثر من الثورة الصناعية صح أنا مرفو وحتى لو بتاخد الثورة الصناعية فهو حتى أسرع من الثورة الصناعية فما يمدي تصورك عن أن البشرية بتكون وضعها تمام أحس صعب أنا أبتماست أنا كشخصية متفائل عمر دائما متفائل عمر دائما متفائل إن إحنا ربنا معانا والفجرة إن شاء الله هنخلص ولو بصيت على يعني لو بصيت على التاريخ بتاع البشرية دائما كنا كده في الأول يعني النار لما طلع في الأول ما كنا خايفين منها يعني أول واحد عمل بس النار دي هي اللي خلينا نعرف نطبخ الأكل والأكل اللي بدانين ناكله دوان هو اللي خلا مقهنا يكبر وخلنا نتطور كمان أدمين فالنار كانت مفيدة جدا بالنسبة لنا خليتنا نتطور بطريقة عمرها ما حصلت في مستقبل البشرية قبل كده ومن غير النار ما كناش نبقى يعني رواد العالم زي ما إحنا كانت غورلات هم بقى ورواد العالم ولا الأسودة ولا الحد تاني يعني فالنار في الآخر كانت حاجة إيجابية آه في الأول كنا خايفين من النار إنما لما عرفنا إزاي نستعمل النار صح ونحط حواليها القوانين الصح النار بقى مفيدة جدا لنا فأنا معاه أنه هو فعلا الزكاة الاصطناعة دي أكبر من الزكاة الصناعية الزكاة الصناعية برضو حاجة سغيرة نحن كنا بديم حاجة بأيدينا دهوقتي بقى بنعملها بالماكن ده حاجة بقى لنا هنقدر بنطورها وهيبقى زينا ومنفكر بطريقة زينا أسرع بكتير أحسن بكتير عمرهما تنام أرخص بكتير هنكتشف حلول لمشاكل بشرية كتيرة الأكل إحنا عندنا مشكلة في الأكل إحنا مش عارفين هنزرع أكل يكافل ملائمين إزاي في العالم دلوقتي مسلم سينا نصنع برضو أكل يعني لما تشوف اللحم المصنع بجودة عالية فحيش ما عندنا مشكلة بكل بما أن صح يعني أنا الحين بسوي حركة أول ما أسويها أيو أني أنا بجاطعك علشان نكسب الوقت أيو أيو فبقاك تقول لي إيه أو لا تمام الأطباء بيصير ملهم ما في أطباء الأطباء اللي هم التشخيص إيه الأطباء اللي هم سيرجري بس حتى ما احتاجانهم لأنا بس بصير روبوتات ذكية لا كمان بقى عشرين سنة كده والهاجة آه بس أحسن أنا عملت عملية ليسك اللي هي بتعمل نظر العملية كلها روبوت الدكتور بس بس كده قال لي ما كان عملي كده يقول لك الموضوع دواني سبحان الله يعطي فعندك الآن الأطباء بيطلعوا من مات يا طباء آه محاسبين ما نحتاج محاسبين محامين ما نحتاج محامين آه 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 جيش بشر ما نحتاج جيش ماشي نحتاج آه مع البوستن ديناميكس بقى ايه خلاص ودفاع اللي ياخد الرصاص ويكمل اه وتخيل بوستن ديناميكس يصير ذكي آه آه خلاص يعني إنما ايه هايشوف وراء الحيطة يعني في حق التكنيكس في في الـ كمبيوتر فيجن اللي هو الذكاء النصناعي بتاع النظر إنه هو يقدر يقرأ السيجنال الثانية مش السيجنال الضوئية السيجنال الضوئية اللي احنا بنشوفه معانينا لا بيقرأ يقرأ الواي فاي سيجنال دانس إزاي فالواي فاي سيجنال خبطت في حد هنا بعدما خبطت كده ورفلكتت هنا وقعت من الإزاز هنا يعرف إنه في واحد وارف وراء الحيطة دي يعني بيشوف وراء الحيطة مو طبيعي وإذا مات ما فرقت معاك وقوي تعمل منه عشرة كمان ايه وممكن تسوي من مواد غير قابلة للأيام صح فجيش ما نحتاج جيش ايش كمان ما نحتاج معلمين ما نحتاج معلمين لا بس أنا عينة أصلح عليك شو يعني ايش باقي يعني البشر ايش بتسوي وقتها يعني كيف ندخل الفلوس كيف نعيش ايش نسوي لا صح سؤال جميلة سؤال جميلة فالأول حاجة هل تم برمجيني كمان احتاج من جميلة لا ده مبرمجيني خلاص في سنتين جايين ومبرمجيني هتروح انت بتروح انت بتروح قريدي جي بي تي بي يكتب لك اي كود تقول له اكتب لي ااب بتعملي دا و دا وكتبها لي بالبيثان يروح طاللك البيثان خلاص لا المبرمجين أول حاجة هتروح فكيف متفائل فمتفائل حاجتين اول حاجة عايزة اكرر ان احنا كمنا نقدمين بنأدابت لما يعني اجيني الاختراع النار في الاور دا واشافه معرفش اللي هيبقى النهاردة كمان عشر تلاف سنة بعد ما اختراع النار في الجمال دا كله بسبب النار باختراع النار صحيح صحيح فاحنا كمنا نقدمين صعب علينا نبريدكت الفيوتر دايما ان احنا نتوقع المستقبل بيبقى صعب انما اللي احنا عارفينه من الهيستوري من التاريخ بتاعنا ان احنا بنأدابت كويس ان احنا بنعرف نتغير ان احنا بنعرف ننلاقي شغل جديد غير الشغل اللي كنا بنعمله قبل كده في المجال الجديد في الجو الجديد اللي احنا فيه فده اللي بيديني تفاعل ان احنا ان انا واصخ فينا كبنادمين ان احنا كلنا مع بعض هنعرف نأدابت بس في نفس الوقت لازم عندنا قوانين وعندنا طريقة نخلي النار في الحاجة دي الاي اي يستخدم في الحاجات الصح مش في الحاجات الغلط ده اللي نخايف منه ان الاي اي ممكن يستخدم في الحاجات الغلط هنتكلف موضوع ده بعد كده الحاجة تانية في موضوع ما في بعد كده وش الحاجة تغلطة قل ليها لأ طيب ها هقول لك بس الاول ارجع كامل سؤالك اجابة سؤالك الناس اللي هي above average في شغلها المحامي اللي هو above average الدكتور اللي هو above average يعني الدكتور اللي هو يعني زي ماجدي عقوب ماجدي عقوب ده يعني جينيس يعني شاف عمليات جديدة في القلب ممكن تعمل محدش كان بيفكر فيها ماجدي عقوب مصري انا سعودي مصري امريكا انا فخور بكل الناس في الحالم فالناس اللي زي ده زي ماجدي عقوب او زي نيوتن نيوتن ده كان عبقر يعني اينشتين عبقري نيوتن بالنسبالي ده يعني ايه ده ازاي واحد عمره ما شاف فيزيكس عمره ما شاف اي حاجة شافته فيها حد تقع وقال لك قوانين الفيزياء قوانين الجاذبية ده حاجة يعني جيني الناس اللي زي كده هنحتاجها لسه يعني الناس اللي زي كده هيبقى عندها جوبز وكل حاجة مش مش كده لان الAI مش هيعرف يوصل لمستواهم التفرات الزكائية دي موزارت في الموسيقى او اسمه ايه بتاع مماليسا دافينشي بتاع الناس دي هايبقى لها شغل بس طبعا مش كده احنا يعني واحد في المية بس من قدمين هما في الكاتيجوري 99% البقين لازم حاجة من اتنين لازم يتعلموا سكل جديدة شغلة جديدة احنا مش عارفينها دلوقتي مثلا زي ايه الانستجرام ايه انت انت شغلوك انت كبودكاستر انتروفيوز دي كانتش موجودة من 20 سنة ايه بس اللي انا بدك الاصطناعي يقدر تسوي بودكاست بدوني بدونك بس لا فيه الاموشنال توتش انت عندك حق فعلا بس انا ممكن اعمل زكاستانعي يعمل نفس الورك بس التكنيك بتاعك يعني مثلا اوبرا وينفري من احدث المتحدثين انا ممكن اعمل زكاستانعي يعمل زي اوبرا وينفري ويقلد طريق كلامها ويقلد الرشكلها بس ما عرفش اعمل اوبرا وينفري جديدة فأبرينا واندين هيطلع يعني كل شوية هيطلع واحد ليه استايل جديد استايل ده عمرو كان موجود قبل كده الزكاستانع Game بيعرف يعرف يعرف بياه استايل موجود وستايل موجود وحطه مع بعض ويعمل استايل جديد يعرف يعمل كده بس ما يمفعش يعمل استايل جديد اعمر ما حتى افكر فيه الطريقة بتاعت اوبرا وينفري الطريقة بتاعتك بتاعتك لفينجان اللي خلية لك مشهورة مختلفة ما هياش نفس طريقة بتاعت اي حد تاني في السعودية كان بيعمل برنامي قبل كده. فالحاجات دي لسه هيبقى فيها شغل. الكرياتيفيتي اللي على الليفل ده هايبقى فيها شغل في رأيي. فدي الحاجة التانية. النقطة الرئيسية. يعني ما يعد فايس للجيل الجديد بقى اللي هو عنده عشر سنين عشرين سنة. وطلعين عاشين له شغل. لازم تبقى حاجتين. اول حاجة. لازم تتعلم ازاي تبقى في الحاجة اللي انت هتنقيها تبقى شغلتك. يعني من احسن الناس في العالم. اه انت من احسن top 10% لان ال remaining 90% will be replaced. فانت ايا في ال 10% هتبقى replaced. ايه فتعرف انه 90% هذولا يتكلم عن مليارات. اه. ايه. فهنعمل فيهم ايه بقى من الرياضي. ما اعرف. اه. هيحصل حاجة اسمها universal basic income. ده ده تيوري دي تيوري المراجحة انها تحصل. انه يصير زي الضمان الاجتماعي. اه. اللي الحكومة تعطي بس. ان كل الناس لازم حكومة ولازم وشركات اللي عندها زكاة الصناعية هتطلب كده. لان الشركة يعني افرد انا شركة انا شركة عندي سجاعة الصناعية. وببيع منتج. هم مين اللي هشتري منتج ده? هم الناس. لو ما عنديش انا اه. خمسين مليون بالأدم في السعودية بيشتري مني المنتج بتاعي. ايه. فرحتي بالزكاة الاصطناعية بتاع اخده حطه عندي في البيت واشيله وخلاص. فلازم الناس يبقى عندها فلوس. عشان يعرفوا يشتروا المنتج اللي الزكاة الصناعية بتاع بيعملوا. صح? صح. فلازم ده اسمها الاجتماعي. فالاجتماعي دائما عندنا عشان السيستم يبقى ناجح لازم السيستم دي دي بقى كلوز. فاللي هيحصل الشركات اللي هتنجح قوي بالزكاة الصناعية وهنجحهم جدا الشركات اللي تستمعي بالزكاة الصناعية. لازم هيدوا درايب اكتر للدولة. والدرايب اللي هدوها للدولة دي هتاخد منها جزء يدوها للموظفين اللي مش رئيين شغل. عشان يعيشوا حياة جميلة. نيرفانا هابي. اللي عايز يروح يتفسح في حتة يتفسح. اللي عايز يشتري حاجة يشتريها. عشان الفلوس دي ترجع للزكاة اللي بتعمل الفصح. واللي بتعمل المنتجات. واللي بتعمل الخدمات. عشان يبدأ الإكونامي يبدأ اللي يكمل. بس اللي هيحصل. بس تعرف انه في حاجتين هنا. واحد. ان الحكومات تاخد برايب. من الشركات اللي بتدخل الفلوس. بس هنا انت تكلم عن مين؟ عن امريكا فقط. لا لا كل الحكومات هتعمل. كيف تقدر يعني الحكومة السعودية تاخد ضريبة من جوجل. سهل جدا. سهل جدا. هتقول لجوجل عايزة تبيع عندي في البلد لس انت الديني ضريبة دي. اي بس انت مش عايزة هدي واحدة غيرك. اي بستخدم. عم راح يعملي لوكل سيرش انا ان شاء الله عمل لكم هنا سيرش انجين احسر من جوجل. بكتابه؟ ان شاء الله. بس يعني شايف التحدي انه الشركات العملاقة العبرة للقارات. اه. الى الان يعني مثلا اليوم احنا نسوي فيستايم مثلا. اتصل فيستايم. اه. كانت فيه فلوس تتروح الاستي سي او موبايلي. صارت تروح. صح. ابل يعني. لازم بقى هترجع السعودية لازم هتعمل ديل مع ابل تقول لهم لو عايزة انت اوبريت في الدولة بتاعتنا لازم تتفع ضريبة ديها. ضريبة. ضريبة. ضريبة الجوبلس جوبلس ريس اللي عندنا بسبب بسببكم. طيب بتجي تقول ابل مثلا ولا جوجل. انتي البحرين ما احتاجك. اه. ما ابغى. اشكد. فدكاء الصناعي ما نمعطيك. يروح جاي عمر بقى. بالAI بتاعه. ويقول انا احد ديك اللي بقى خير. حبيب يلا الله. هل هازم يعفين بالانس دي. او مش عزم عمر لو حتى اذا عمر. بس هل بتكون بقدرة اوبن اي اي وجوجل. اه. ايوة. هل نقدر ننفس؟ اه طبعا. انا هتنفس معهم واكبر منهم ان شاء الله. انا عندي الكوفاندر بتاعي في فيكتارا. هي يعني هو كان في جوجل. هو الاختراع كتير قوي من التكنيك اللي اسمه ترانسفورمرز. اللي بتخليها نانالايز اللانجوش بطريقة اللي بنانالايز. هو الاختراحها. لترلي هو مختلف بتاعها. هو كوفاندر بتاعي في فيكتارا. فلا. ده ده الهدف بتاعنا. الهدف بتاعنا. والهدف العالم كله لازم بيعنده الهدف ده ان هو عنده اختيار تاني غير ابل و جوجل وامازون ومايكروسوفت. لازم. لانه ما حصلش كده مش هيبه عنده لفريج. لفريج بالعربي تبقى ايه؟ قوة افضلية. قوة المفاوضات. القوة المفاوضية ان انت بيعندك الابر هاند ان يد العليا في المفاوضات ان انت عندك اوبشن تاني. لو ما عندكش اوبشن تاني بس اوك. فانت تقول ان احنا نقدر نتأقلم مع التغييرات. ايوه ان شاء الله. النار اخذت عشر الاف سنة. صح. فما بمقياس. انت شفت مثلا في كورونا. لا الصورة الصناعية الاول. الصورة الصناعية اخذت ثلاثين سنة. ايه. كورونا اخذت سنتين. اي لا لا بس انا بقولك ان كورونا الحكومات اثبتتنا ما تتأقلم بسرعة. لا سعودية اقلمت كويس والله. اي اي اي. بس انا اخذك كدولة كمنظوم عالمية. لان السعودية الحالة ما تقدر اشتغل. امريكا الحالة ما تقدر اشتغل. يعني يجب المنظوم العالمية. صح. فتعاون الحكومات مع بعض. وتطور الحكومات وتأقلمها مع ان تتكلم الان عن اربع سنين خمسين. صح. بكل تغييرات التكاثر. اه. اه. ما اثبت التاريخ ان الحكومات قادرة على التأقلم بهذه السرعة. صح. صح. فيبدو ان احنا. بس برضو تاريخ اثبت ان لما الحكومات بيشوفوا البداية البداية بتاعة العك. او العك is not the right word to use here. هو العك اللي هيها معنى هنا في صدقات. ايه. انه لما تعقل. اه نعم العقل اوما يشوفوا ان او ايه ده. اين ده. اه. 20% of the workforce just lost the jobs this year. يعني 20% فقدوا مظايفهم. اه. تاني يوم الصبح هيقوموا يعملوا قوانين جديدة فلا أنا حسنا يعني أجين إحنا بنتأقلم بسرعة أو من نشوف الدليل بنتأقلم بسرعة من تطور البناء إلى أناقة التصميم ورفاهية الخدمات مع تميز الموقع حلول سكنية مبتكرة ومستدامة مع شركة صفا للاستثمار المزيد في وصف الحلقة شات جي بيتي فور هيصل بسرعة رهيبة وش اللي حصل من بعد ما أعلنت OpenAI شات جي بيتي من ناحية التغييرات لو حكومة واحدة أمريكا مبارح أمريكا بدأوا كونسل بدأوا لجنة للاي اي اي وعزموا سندر فيشاي بتاع جوجل وعزموا بتاع مايكروسوفت اسموين سيسا ننسى اسمو دراج الجميل أود أنا بحب أود ساتيا ندالة ساتيا ندالة وسندر بشاي عزموا عندهم في وايت هاوس لازم نعمل هنعمل ايه في الموضوع دا الناس اللي هتفقدوا وظيفها دي هنعم فيها ايه لزي نحضر الموضوع دا الناس اللي تاخذ الصوت بتاعك وتعمله copy وتكلم بيه حد وتبتز أموال منه أو تتكلم البنك بتاعك وتاخذ منه فلوس عشان صوتك زي ما يكون انت اللي تطلب الفلوس الخوالين بتاعتها ايه فالمنضوع بدأ أردي يعني الموضوع فعلا خلاص هما شافوا اللي بيحصل لأن بدأ في أمريكا فعلا يحصل مشاكل جمدة جدا يعني كان فيه في الأخبار من حوالي أسبوعين واحدة جالها مكالمة أنا خطفت بنتك بنتها كان بتصاي في المكسيك هي أمريكية بس بنتها كانت في المكسيك أنا خطفت بنتك لو ما دفعتنيش مليون دولار على الأكاونت البيتكوين دا أنا هقتلك بنتك قررت له طب يديني إزباد رح ما يخلها بنتك الحقيين يا ماما أنا محبوسة مع الراجل دا هيطلع عين أهلي ويعمل فيها ويعمل فيها بيعطي له فلوس بسرعة وطلع دا كابي كابي من الصد البنت البنت الحمد لله من حظة أمها إن البنت فعلا كانت في المكسيك بس البنت كلمتها بعدها بكم ساعة عادي بتطمن عليها أمها قلت لأ إيه دا أنا كنت لسه هبعت الفلوس قلت لأ أنا كويسة وكل حاجة ما فيش الله وحتى إعلان بايد الانتخابات كان برضو فيه نسخة مزيفة أنا ما شفتها ما شفتها إيه دي فيعني كثر التزييف يعني سهل يعني مو صعب جدا جدا فلازم يبقى عندنا بس أقولك يعني الحال التاحق إيه الحاجات دي حاجتين أول حاجة أن يبقى عندنا قوانين لازم يبقى عندنا قوانين تمنع الاستغلال السيء بنفس الطريقة نحن عندنا القوانين يعني العربيات من العربيات لما لما العربيات اكتشفت وطلعت كمية اللي من قدمين التقاتل بالعربيات أكتر من أي حاجة تانية أكتر من أي حرب الحرب العامية الأولى والتانية مع بعض الناس اللي مات بسبب العربيات في الأول حتى لسه لغاية دلوقتي الناس كلي مات بسبب العربيات لغاية لما اتشفنا إيه ده لو حطينا حزام ولازم الناس تربط حزام ده بيقلل نسبة الوفاة بـ 70% وحطينا إيرباج ده يروح ما قالل كمان بـ 20% وحطينا كاميرات السرعة ما تزدش عن كده ده يقلل مش عارفة فالقوانين دي كلها بتقلل الدمار بتاع التكنولوجي وإحنا لازل نعمل الحكاية نفس الحكاية والحاجة التانية إننا بنقول العربية استخدامها الرئيسي إيه إن أنت تروح من حتة لحتة العربية مش استخدامها الرئيسي إن أنت تروح في حتة وتدوس عشرة برقبين بالعربية which is you can do يعني ده حاجة ممكن تعملها إنما القانون بقوله عملت كده هنطلع بيها هنحطك في السجن وننفوخك ففي مجال الإي آي هينابقى نفس الحكاية هبقى فيه استخدامات معينة لو عملتها هتتنفخ لازم كده لازم بس فيها تحدي الفرج هو يفع كلمة تتنفخ نفخ صغير التحدي إيش يصير إنه يعني حتى نفس اللي حصل مع القنابة النووية إنه صار فيه ضبط لها بس إنه هذه كلها سواء سيارات ولا القنابة النوية ولا غيرها من الأسلحة والأشياء اللي ضبطها العالم هي أشياء ما يمدي يعني إذا سويتها بيكتشف العالم صح اللي أنت سويت الذكاء الاصطناعي أنا أقدر أسوي كل هذا وما حد يعرفني أنا أجل أسوي فما يعني تقدر أي حكومة تبدأ تستخدمها استخدام سيء بدون ما تقدر أنت تكتشف إنهم جاسين يطوروا هذا الشيء صح فالفروقات تختلف يعني لا صح عندك هي هو في الأول فيه فيه مثلين جميل جدا من الماضي أنا دائما بيحب أبص على الماضي إن أنا على قل أحاول أتوقع المستقبل ممتاز معين المستقبل طبعا حساب جدا أنت أوقعه إنما عندك حق في موضوع النيوكلير انرجي الصورة النووية العالم فعلا جي مع بعضه بس بعد ما أمريكا استغلتها بطريقة سخيفة مع اليابان يعني اليابان هيروشيما 80 ألف من أدم وعياله وأمهاته وأبا في ظرف ثانية جن حاجة يعني رعب يعني عمري ما أفكر بحاجة يعني بزع يعني بعاية لما أفتكر فبس بعد ما حصل الحاجات دي جينا كعالم مع بعض وقال لا ده خطأ جدا دي يعني دي قوة أكبر من إحنا فلازم نتفق مع بعض إن هي لا أصدامها يبقى ريجيولي يعني ليه قواني والعالم كله اتفق العالم كله فعلا اتفق يعني فعلا مثال جميل بس طبعا القوة النووية صعب إنه حد يلاقي التكنولوجي دي صعب إنه هو يلاقي المواد اللي مش زي الزكاء الصناعي نعمل داونوود الصوفتور من بيتورنت وخلاص يعني موجود نهضة في بيتورنت كل حال فده دي مشكلة تانية الحاجة بقى اللي شبهها أكتر للزكاء الصناعي النهاردة اللي هو الهيومن كلونيج زي نهضر نعمل في حاجة اسمها الكريسبر تكنولوجي بتاع إذنج جينز وكده بيكون الناس موجودة إنت عايز تعمل نهاردة كلونيج ممكن تعمل كلونيج تطلبوا من أموزون إنما عملوا في العالم كله واتفعوا مواده نحن مش هنسمح بالهيومن كلونيج الاستنساخ البشري والتعديل البشري مش التعديل المسموح به شوية صغيرين بس الانساخ يعني إننا نعمل منك مش مسموح وفعلا الصين اتفعت وامريكا اتفعت وكل الدول الكبيرة اتفعت واتفعوا مع بعض وفعلا حصلت بطريقة كويسة فده اكزامبل جميل صحيح وده قارب شوية للإي آي لأن كلونيج التكنولوجيا بتاعته صعبة شوية بس مش زي نيوكلر بس تلقى لو تبحثوا اليوتيوب بتكتب هاكينج بتلقى ناس يتسويها على نفسها بس يعني ده بعض يعني في واحد فعلا في اليابان سوري في الصين عمل كلونيج صحيح اتنفخ خذوه خذوه في السجن وخلاص مش هشوف الشمس تاني خلاص لأن البلاد تفت مع بعض فلازم عندنا القوانين دي اللي هي لو حد هيستعلم التكنولوجيا دي بطريقة سيئة لا الدول كلها زي يعني هيبقى التحاد الدولي كله هيجي عليهم لأنه ما فيش كده فعلا ممكن تستطدم بطريقة سياكة بس خلنا نتخيل لأنه حس الأمثلة حلوة الآن مثلا مصر الآن فيها أزمة اقتصادية حتى تركيا وهذا ولسه الناس تشتغل طيب إذا جدك على الصناعي وشالكم شال نص رضايف أو خلي نص مو كلها بس نص كيف كيف الاقتصاد يشتغل والحكومة لا تستطيع أنها تدفع لهم فلوس يعني مثلا في الدول غنية مثلا زي السعودية ودول الخليج ممكن يعني بس كيف يعني أنا مش حاسي كان في سياسة قوي موسياسة لا بمصر أمي هناك وعايزوا روح أزورها بس أقولك أتغايل اختار إيه دولة هاتف يعني انسى مصري يعني دولة X اي يعني دولة عند دولة X دي شوح مصر شوية بس أنا بتكلم عن دولة X اي اوكي فدولة X دي لو هم خلوا درايب صح لو هم فعلا يعني أمريكا اللي مخلي أمريكا أمريكا بصراحة الدرايب الـ IRS في أمريكا بتاع الدرايب دون يعني ده ألعب من CIA ده ألعب من NSA ده من أقوى المخابرات اللي في العالم بتاع الـ IRS عندهم عندهم البنوك العالم كلها بتشتغل لو أنا عندي بنك في السعودية في الـ IRS في أمريكا عارفين أنا عندي بنك هنا وعارفين الـ Interest لقد وديه ولو ما فعتش درايب اللي علي يجيبوني وينفخوني أل كابون أل كابون ده كان من أشهر المافيا اللي في أمريكا أشهر المافيا كان بيتجرف من المخدرات وبيتجرف الستات وبيتجرف كل حاجة اللي هو نفسه فيه وبيقتل شمال ويمين جابوه في الآخر سجن من درايب إنه قافش إنه هو بتهرب من درايب ما عرفوش جابوه من إي حاجة ده جابوه بتهرب من درايب فالدرسة هنا إيه إن البلاد كلها لازم تبقى خبرة 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 في تجميع الدرايب لأنها هيحصل في المستقبل إن البزنسزز والشركات وذلك ده بيه شركة عالمية زي جوجل أو شركة لوكل هنا زي زي مثلا راشنبانك ولو تبر لازم يدفعوا الدرايب اللي عليهم لأن الدرايب اللي عليهم دي هاي اللي هترجع كدخل للدولة اللي يقدروا يدو بي يعني في دولة أكس دي اللي نتكلم عليها في الحكومة حوالي 20 مليون وواحد بيشتغل في الحكومة من 20 مليون وواحد اللي بيشتغل في حكومة دول الانتاجية بصراحة 0% يعني هما هما بس بيروحوا في المكتب كده إزايك عمل إيه الشاي طب أروح أصلي الظهر طب أصلي الجمعة طيب وفي الآخر يبقى عمل إيه دقتين شغل ممكن بلا حاجة فهما محتاجين كده فلازم يبقى عندنا الدرايب أحسن وإلا مش هنقدر نستان مش هنقدر نكمل بسألة انت كنت تقول إنه الإنسان ما يبقى الفلوس تجيغ دي بقى مشكلة تانية أكبر كتير دي المشكلة اللي أنا خايف منها فعلا بجد إذا أنت لو سألتني أنت خايف الناس يبقى عندها إنكم يجيبوا لهم ما عايزينه لا أنا حاسني يبقى فيه نيرفانا أنا حاسني فيه ناس أكتر كتير هما عندها دخل يجيبوا لهم ما عايزينه ويتفصحه زي ما هم عايزين يعني باري باري عندي يعني optimistic جدا optimistic بدأ عربي تبقى إيه متفاعل متفاعل جدا متفاعل جدا إن الناس يبقى عندها فلوس تجيب اللي هي عايزاها بسبب بسبب صورة الزكاة السماعية اللي أنا خايف منه إن هيبقى فيه فرص عمل أوليلة جدا البناء ده ما عايز يشتغل بسبب من سببين السبب الأولاني إن هو محتاج فلوس بس السبب الحقيقي إن هو محتاج يبقى ليه معنى أنا ليه موجود في كاكب الأرض ده يا ربي يعني أنا موجود عشان نعمل حاجة حلوة عشان نمسيب كاكب الأرض أبارضيت ربنا وعملت حاجة كويسة مش بس جبت عائلين وخلاص يعني عملت حاجة أكتر من كده يعني فلو ما كانش فيه فرص موجودة حتى فرص خيرية إننا ناخد بنا من كبار أو ناخد بنا من البيئة لازم فيه فرص تخلي الناس تشتغل عشان يبقوا عندهم رضا إن أنا فعلا قضي الدوري وإن أنا بس حققت ذاتي بس مش واخد فلوسه عمنا نجيب عربيات وتفسح في الصحراء وعمل خمزات بيسموه غروزات وخمسات ومش عارف يعني من الدور اللي غنية جدا سويسرا بتالي لأننا كثيرة منهم مش عارفة تعمل إيه في حياتي خلاص عملت كل نفس فيه تفسح اهم حاجة طبعا الدين طبعا عندنا إيمان بربنا ده بيساعدنا قوي لو انتحرت هروح النار ده جميل قوي عندنا أن احنا عندنا الإيمان ده ده عشان كده نسب الانتحار عندنا قليلة بس لازم يبقى معها إن احنا فعلا عندنا الرضا والرضا بييجي مني الرضا بيجي إن أنا مش خايف على أكلي مش خايف على السيكوريتي السيفتي بتاعتي السيفتي بالعربي الأمان مش خايفة الأمان إن أنا كويس وبعرف حياتك كويس واخب بالي من عيالي ده حاجة والحاجة الثانية إن أنا عنتي حاجة بعملها إن أنا مبسوط إن أنا بدي للعالم حاجة أكتر لا أنا خايف منه وإن أنا ما يبقاش عندنا كفاية من ده مش عارب أدي حلها إيه يعني أنا عايزة معفكر مع بعض في الحلقة الجاية إن شاء الله إنا ما جزءتني إيه بقى تفكير مع بعض إيه الحاجة اللي ممكن نعملها تساعداً تحلي مشكلة دي إيه لأنه مشكلة والله نتذكر في إجازة العيد يعني آخر يومين خلاص إني اختلف أوقات النوم في يعني أحيان تسهل وما في شي تسوي وحس كنت طفشان يعني مكتعب أيو أي صح عندك حال فما أعرف إذا صار كل البشر ما عندهم شي يسوونه بس مكتعبين ومتكين وكذا فإما تصير حالات الانتحار أو تصير السرقة والإرهاب بس بتكون وقتها الحكومات بالدكارة صنعية تعرف شو أنت تتفكر فيه فبتمسك كثيراً دي بقى حاجة دي نحيد بالموضوع دي قوي أقات هتديك أنا كلمتين على الموضوع تسبباً في أمريكا كان عندنا حاجة اسمها كامبرج أناليتيكا الكامبرج أناليتيكا دي استخدموها ترامب استخدمها من أحد أسباب نجاح ترامب في الانتخابات إن كامبرج أناليتيك دول راحوا ولموا بيانات كتير قوي على الناس من فيسبوك بس لما لموا البنات دي عرفوا على أنهم يحددوا كل شخص في أمريكا كل شخص كل عائل كل أم وكل أب بيفكروا إزاي وبيحبوا وبيخافوا من إيه وبالذات بيخافوا من إيه لأن أحسن طريقة نحن نتحكم في الهدمين يعني أي رئيس دولة هيقولك دي أحسن طريقة تحكم في الهدمين أن تخوفهم من حاجة تخوفهم تقولهم أوه الدولة التانية هتجي تحكي هتهجم علينا لازم تقفوا معايا وكل ورايا كريس عشان أعدى تدفع عنكم أو حالة ترامب أو المكسيكان هينطوا فوق السور لأن لهم سور عالي عشان لما إحنا عندنا طيارات يا عم وعندنا بلايك بشوري بس في ناس كده يصدقوه وفعلا لا ترامب هيجي ابن السور لازم نرفه فكان بريش قريبتك عارف تنقل إيه الحاجات اللي بتخوف الناس بعدين يحطوا بقى إعلانات ويحطوا وعلى شخص الواحد مو على الكل هاي هات the level of the person تيك توك ويوتيوب وفيسبوك ده اللي بيعملوه عشان الأدز يعني أنت في تيك توك لما بتقلل بالتيك توك اللي بعده ده طب هو نقل زي الفيديو اللي بعد ده تيك توك جوه عندهم أفاتار كابي منك الكابي اللي منك دي بتفكر زيك عارفة أنت بتحب إيه عارفة أنت بتكليك على إيه عارفة أنت بتسكرول الفيديو ده بديجي آه بتروح معاديه على طول يبقى أنت مش بتحب الحاجة دي آه الفيديو ده بتعطي شوفه مرة تروح معاديه آه بشوف الحاجات الجبيلة دي فالموضل اللي هو الأفاتار ده بيبقى copy منك بعدين هو بقى يعمل إيه أنت بقى offline تنايم وانا شايف إيه هو بقى عمال يشغل مع الأفاتار ده ديره حاجات تانية ديره حاجات تانية ويشوف الأفاتار ده بيحب إيه ومبيحبش إيه لما أنت لما تيجي رح موريك نفس الحاجات خلاص فالAI في الانتخابات هيبقى نفس الحكاية أننا هيبقى الانتخابات الجاية هيبقى عندنا كلنا AI بنستخدمه لكل شخصية في الوطن نعرف الشخصية ده بتحب إيه ما بتحبش إيه ونلعب مع جيمز مع الموضل ده نلعب مع مليون طريقة قصة القصة الأولينية قصة التانية قصة التالتة لغاية ما نلاقي قصتين اللي دايما بيسمعوها ده أحسن ريس في العالم ده اللي لازم دايما يبقى ريسي أو الفوت ده أحسن فوت في العالم لازم الفوت ده ومش تبقى عارف إن انت بيتضحك عليك مش هتبقى عارف هتبقى فاكر لأن هو فعلاً ده ده القرار الصليم صح؟ فعشان كده لازم في المستقبل لو عندي وقت تعمل شركة تانية عاملها أو لو حد دي أنا عايزي اخذ الفكرة دي يعملها يعملها يبقى عندنا للحاجات دي يعني زي ما عندنا للسوفتور في الكمبيتر لازم يعندك للمسجز للفولس مسجز للديب فيكس بس ما يعني لو ما سمع فوتك صوتك على التليفون ويبقى كابي من صوتك يطلع لي ده مش هو ده AI عاملك الكابي انت كبنية ده مش تقضى بس AI يعرف ان ده كابي أو المسجز دي خلي بدك في حد بيتحك عليك دلوقتي انت بيتحك عليك دلوقتي انت تتارتص فلازم عندنا حاجة زي كده بس تخيل اليوم انت اليوم البشر هم اللي يزيفوا الأخبار وبتمشي على العالم فما بالك لو كانت الأخبار مزيفة على النطاق الصغير وبالذكارة سترق بصير شي مخيف جدا بس برضو في دراسة سووها كانت عن قدرة انه سووا شبكة العصبية يعني نيرونتروك فحطه على التماغه وقدره يعرفه هو إيش يفك فيه بالنسبة 80% صح بالذكارة الصناعية بدون ما يتكلف أيوه يا الله طيب مصيبة لا دي مش مصيبة خالص دي عملي حاجة جميلة جدا دايما ناسا لما قولي مراتي أنا عايزة أخرج أصحر مع أصحابي تقولي ماشي أخرج أنا عايزة أعرف هي بتفكر ماشي أخرج هزرنا مني ولا ماشي أخرج ما تخرجش مطرماتي إنما لو عندي لو عندي اللي تشيب دي في دماغي وعندها تشيب دي في دماغة مش محتاجين نتكلم هارف يا حبيبتي انت مش هزر أخرج منهرة طيب فأنا مستني بصراحة بس ده لأن احنا كبناء قدمين عمرنا ما نعرف نتكلم معه يعني الكلام بيوصل نص الفكرة الكلام عمر ما بيوصل الفكرة كلها لو أنا فعلا عندي الشبكة العصبية بتاعتي بتعرف تتكلم مع الشبكة العصبية بتاعتك مباشرة مش عن طريق الكلام المعنى هيوصل بالطريق الصح مش هيبقى فيه اختلاف المعنى لأن المعنى اللي عندي هو اللي هيبقى المعنى اللي عندي شو أنت ما تبغى تعرف إذا أنا أكتب عليك أنت ما تبغى يعني فيه المجاملة فيه هذه اللي تخلي العلاقات الإنسانية بها أنا برضو أنا بأعرف أنك نصاب وعرف أنه مراتك ما تبغاك تطلع أو بتعرف أنك أنت كذاب لما هو زيت اللي فون برضو يبعندك ورائت وكذا يعني المناطق التانية اللي هي مش عارفة عنها جوه هنا مش تحف تشوفها يعني أنت تعمل بلوك على المموري دي بس هو إيلان ماسك فعلا عنده شرك اسمها نيورال لينك صحيح ونيورال لينك دي الفكرة بتاعتها يعني إيلان ماسك فعلا منصدق في الفكرة دي أنهنا في المستعبل إحنا بقينا سوبر هيومنز بسبب ده يعني أنا لو أنت رجعت لمليون سنة فاتت مش مليون سنة مئة سنة فاتت خمسين سنة فاتت ما كانش موجود ده وتوري ده لجدتك أو جدك اللي كانوا عاشين باكدن تقوله أنا دلوقتي قادر أقول لك تعداد السكان في أي دولة في العالم كام أنا دلوقتي قادر أقول لك قوانين الثيرمو ديناميكس إيه رغم أن أنت عمرك ما درست قوانين الثيرمو ديناميكس أنا دلوقتي أقدر أتصل فيديو الآن وبلاش أنا أقدر أفتكر باي واحد في العالم من الحاجات اللي بتعقادني أنا في السعودية ولسه بتعلم عشان أنا سعودي جديد لازم تفتكر لازم أفتكر اسمك ولازم أفتكر أنت أبو مين صحيح يقولك أبو أحمد أبو علي أنا عارف أفتكر اسمك لما أفتكر ابنفس باسمتك فتخيل بقى أن أنا معي فبنسب الناس بيعملوا هنا ويحطوا الاسم أبو علي ده وراء الاسم فتخيل بقى أن أنت عندك تشيب في دماغك لما أنا بصلك على وشك كده يطلع لي قدامي في جنبك كده جنب رأسك يطلع لي ده اسمك كده وأبو كده وآخر مرة ما تكلمته مع بعض على فكرة تكلمته على فيلم الفلاني واتكلمته سألك على صحة منطق وقال لك أن بابا عنده مشكلة كل المعلومات راح طالعها قدامك كده هنبقى سوبر هيومن ميموري هنفتكر كل حاجة نفسنا نفتكرها هنقدر نحل المعلومات بطريقة عمرنا ما يكون نحللها في الماضي ففي كتاب قوي حلو على الموضوع ده اسمه هومو ديس هومو ديس ده بيقول هنطور إزاي إحنا كانوا بالقادمين لما يبقى عندنا تشيب في دماغنا أنا أول ناس هحطوها تشيب أنا هحط تشيب لما إينا موسك يقول ينير اللينك وتوقع ترى خلال السنتين القادم يعني لا لا أكتر شوية تاخد أكتر شوية بسوء في السنة الماضية قال إنه وعملنا على الأرود وردي الأرود اتعاملت خلاص الـ FDA ما تدلاوش إبقى للهومن بس بس عملنا على الأرود وفعلا نورونا أجزامبل فضيع إرد قاعد كده والإرد بصص على التليفزيون وعنده جيم بتاعت باكمان حلو عرف باكمان اللي هو بيمشي بيخل الاسفرين كده وورا الجس والأرود بيلعب الجيم لا أينها بيفكر باكمان يمشي مين يمشي مين يمشي مين يمشي شمان يتنزل تحت يتنزل تحت يا الله الشيب هنا بتقرأ وتلعب الجيم بعدين واحد تاني في ستانفورد زمان تقضت بيورروا له شاشة قدامه وفي شاشة وراء الشاشة اللي قدامه بيبص على الصورة يشوف صورة مثلا جمل يروح الشيب هنا يقرأ صورة الجمل من دماغه يروح طلع وراء رسول الجمل الراجل إزاي يعرف يعني خراف حاجة خرافية يا الله ان شاء الله هنروف نرى الأحلام مش نفصل الأحلام نرى الأفلاق تتفرج على الفيلم بتاع الحلم تاني يوم صحيح ورية كده الفيلم آه ده كان فيلم رابع هوي بلاش بس طبعا في حلقة في Black Mirror عنده الموضوع عشان تشوف الجانب السيء منها عشان كده لازم يقفل يعني لازم زي في التلفون من التلفون ممكن يبقى حاجة يعني في التلفون في تجسس لغاية ما اعرفوا الـ والأف دي تدية دي والأف دي تدية دي والفولان فولاني يقدر يقش وفولاني عندي سيكريت فولدر عمره ما يشوف وحط في الصور بتاع كده يعني هيبقى حاجات كده برد ممتاز يعني على لأنك تبت الكتاب هومو ديس يوف النفس الكاتب يعني هو عندي إشكال مع هو عنده يعني هو هو مقترع إن لو الـ AI فعلا بقى قوي بالترياديا وإي حد يقدر يقنع من قدمين العاديين بالفوت بتاعه أو يبقى خلاق بالديمقرسي ما لاش لازمة لازمة عندك الـ AI هو اللي حكم البلد لأن الناس هتبقى غبية هتفول في الاني مسج دي دي هذا عندي مقالة مؤخرا في التلغراف صح برضو بتكون بصور حب فيعني التخوف حتى بس بالضمان الاجتماعي والفكرة هذه إنه بايسيك اعتمادنا على أي معيار أصلا فمين يعني وش الأشياء الأساسية للبشر اللي في السعودية تختلف عن اللي في مصر أنا اللي في أمريكا تختلف الأشياء الأساسية عندهم و وإذا هو عالمي على أي أساس وإذا هو متوسط متوسط الحياة هنا تختلف عن متوسط الحياة هناك فالتحديات فيها كثيرة بس والذكر في التحديات كثيرة لكني بغالها حلقة طويلة بس لني مهتم جدا بقصتك فودي أعرف أنت يوم طلعت من مصر إلى أمريكا ليه طلعت رحت أمريكا أقول لك بقى القصة دي فأنا أنا مولود في مصر وبعدين والدي دكتور الله يرحمه هو توفى السنة التي فاتت من كوفيد الله يرحمه شوية دولة خلوا من كوفيد وشوية دولة ما خلوش بنا من كوفيد بس والدي كان دايما أنا صغير يقول لي عمر حتبقا دكتور في جامعة زي هتبقى بالدارس زي وكان الدارس Wei هو كان في دارس اقتصاد التجارة واقتصاد bluetooth كان دايما يقول لي هتكبر بس هو مش يجب بuktراحة ببابا عايزئ هيا المهم وكنت في فضل أسمع كلام وكنت في فضل أسمع كلام يعني درسي بدروسي بولا للناس منترون كلام اللي ببعوه وقتكم وقتكم أعملوا أنتم بتحبوه وأنتم نفسكوه فيه ما تسمعوش بابا عايز إيه أو ماما عايز إيه المهم فخدت فعلا خلصت جامعة القاهرة كنتم من أول الكلاس بتاعي خلصت البكالوريوس خلصت الماجستير وبعدين رحت أمريكا ستانفورد يونيفورستي كان هدفي أن أخذ البي ايش دي من ستانفورد وبعدين أرجع مصر بقى عشان أدرسه كده أبقى دكتور زي بابا يعني ستانفورد يونيفورستي عن كم رحت؟ خمسة ودسانين خمسة ودسانين كان عندي خمسة وعشرين سنة فأنا عدلوقتي اتنين وخمسين سنة ستانفورد يونيفورستي يعني غيرت المصار حياتي كله يعني أجيفهم كريدت أجيفهم كريدت لأن الجامعة دي من يعني اللي هو ريادة الأعمال أو يعني أنت أقوى ما تخش الجامعة على طول يعني في دماغك كده أنت هتعمل شركة ما تسيب الجامعة دي كورسات يديك كورسات يديك إزاي تعمل بيزنس بلان إزاي تعمل بتش الانفستورز يعزم يعزم الناس الفاوندرز بتوع جوجل بتوع ياهو بتوع هولد باكرد هولد باكرد دي أول ستارتب في السليكن باري يعزموا ميجوا يدوا توكس في الجامعة فبتشوف الناس دي بديديك توك الراجل ما عندهوش جنيحة ما عندهوش اللي عارف الانجلز بيبقى عندهم بتاعك كده على رأسهم اللي إحنا عندنا دي حلوة حلوة ما عندهم لما القدمين زي أنا ما عندهمش ويتنس زيادة ما عندهمش عين زيادة فعلى طول بيديك طيب أنا ممكن أبقى زي وحس منهم كمان فبيشجعك إنه عنده ممكن تبقى أنت بنور فأنا بعد ما شفت كده من ستانفورد قلت لا خلق إنسى بقى بابا عايزه أنا عايزة بقى رائد أعمال تتذكر اللحظة هذه اللي انتكرت كنت في ستانفورد كان في محاضرة من المحاضرات وكان في سبيكر من شركة مش فاكر اسمها دلوقتي بس كان زغير كان عنده 22 سنة أنا كان عندي وقتها 25 سنة وهو كان سي او ووردي عنده ألف موظف وبيبيع يمين وش مال ايه ده الوقت عنده 22 سنة وبيعمل ده كده وانا مضيع وقته في البرصة ففي اللحظة دي ده اللي أنا عايزة أعمله والحاجات التانية أنا قلت لك من الحاجات المهمة جدا لنا كناكنا بشر يعني إحنا إيه هدفنا في الحياة إحنا ليه موجودين على الأرض عشان إن شاء الله نسيب الأرض أحسن مجينها يعني لو أنت دخلت الأرض من هنا وخرجت من هنا يعني بالعربي طبق إيه إرث ما سبتش إرث ورق يبقى أنت لزمتك إيه يعني عملت إيه يعني يعني فأنا بالنسبة لي ده حاجة جواية دايما حياتي ببصرها يعني أنا دايما بفكر كده لو أنا موتت بكرة إيه اللي أنا سبته الحمد لله سبت أربع عيال والعيال حاجة جميلة وشجع كل الناس هتجيب عيال إنه عايز تشيب أكتر من عيال لأن عيال ما هو العيال هيموتوا يعني بعد الشر يعني بس هيموتوا في يوم من العيال ستيف جوبز مات إحنا لن نفتكر اسم عياله ولا نفتكر اسم أمه ولا أمراته بس فاكرين أبل وفاكرين آيفون إرث فظيعة فأنا ده اللي بيخليني يعني أنا بعد ما شفت ده الإرث اللي أنا عايز أسيبه إن أنا عايز أعمل شركات تحسن العالم بطريقة جميلة جدا بحيث إن أنا بعد ما موت بسنين الناس تتكرني بسبب الإرث اللي أنا سبته دوا وده سلفز شوية بس برضو أنا عارف إن أنا الفايدة اللي دي تعملها إن شاء الله ربنا هيدينا سواب عليها ونقش الجنة بسببها يا رب طيب فقررت إنك تبقى تطلع من ستانفورد ولا أيوه لا I dropped out كلمتها I dropped out آه I dropped out I was at Stanford for three years وبعدين I dropped out في 1999 فطلعت من ستانفورد في 69 عملت أول start-up عملت أول start-up ليا الstart-up دي كانت معي ومع co-founder تاني بتاعي من ستانفورد بعد سنة سنة واحدة بس في 2000 شركة ياهو اشتارتنا هذا Viva Smart Viva Smart آه شركة ياهو اشتارتنا 9 مليون دولار ده كان أول بقى حاجة أعملها يعني وبنسبة لي ده كان أوه دلوقتي ده بس وقتها سعملي الدولار يا دار السود فبابا أكلمني قال لي عمر لازم تروح تخلص الدكتوران لازم تبقى الدكتور في الجامعة زي طيب يا بابا أنا عملت فلوس أكتر منت عملتها تور عمرك حياك الله حياك الله بس هو قال لي لازم تروح تخلص الـ وانا فعلا كان جوايا العزيمة فأنا خلصت الـ وانا شغل في ياهو فأنا شغل في ياهو عملت الـ وخلصتها الحمد لله بيش كانت سوي بيبا سمارت بيبا سمارت كانت سورش وكمباريزين شوبينج للـ للمنتجات انت تلاقي المنتج تلاقي السعره موجود في الـ في الحاجات الـ الـ المواصفات بتاعته الصور بتاعته والحاجات دي ازاي تكررل الويب للمعلومات دي فاشترتوا ياهو فبعت ياهو شوبينج ياهو شوبينج كانت هي الشركة بتاعتي ما شاء الله فقعدت في ياهو كم سنة؟ عادت كتير او في ياهو عاد 8 سنين من 2000 إلى 2008 بس من سبيل الرئيسية ان انا عادت ان انا كنت عايزة خلص الدكتوراه فانا في نفس الوقت انا بخلص الدكتوراه كنتم بشتغل والحمد لله عرفت الاتنين فخلصت الدكتوراه وبرضو المجال بتاعي في ياهو وش كانت رسالة الدكتوراه؟ رسالة الدكتوراه بتاعتي كانت حاجة اسمها The V-Matrix The Matrix اكتر موفي بيحبه هو بتاع الميتريكس ده بقى الموضوع الحلقة الجاي نتكلف في الموضوع بحبه جدا انا والله بيحبه بزات في الموضوع السجاع الاصطناعي هو ليه لقى جيد جامد بس اي كان الاصطناعي على فكرة فعشان كده البيش دي التخرج كان ده بيميتريكس كان عباوت الـ معلش بقى معلش بقى معلش بقى اي خالص العالات الافترابية ايوه برافو عليك خهاياك الله ازاي ممكن نستعملها ان احنا نخلي الـ تمشي ورانا مكان ما احنا موجودين بحيث بتاعنا يبقى قليل يبقى سريعة يبقى الاستجابة سريعة وفعلا كل الشركات بتعمل كنا دلوقتي فده كانت الدكتورات بتاعتها ما شاء الله بدين رحت تسويت كلاوديرا بعدين بدعت شركة كلاوديرا شركة كلاوديرا الحمد لله كبرت لغاية لما راحية الـ من تحليل المعلومات على المجال الكبير معلومات كتيرة احنا كان معظم الـ قواعد البيانات اللي كانت عندنا زي أوركل وكده ما كانوش يسكيل بريوال يعني ما نفعش يكباره الحجم كبير فاحنا كنا اول شركة في العالم عارفت تعمل الحكاية دي تخلي كمية المعلومات اللي جوها تكبر بسرعة كبيرة ونكحة جدا في السعودية على فكرة من دول اللي نكحة فيها جدا كلاوديرا السعودية بس هي في العالم كله كلاوديرا كانت في العالم كله وكلاوديرا في آخرها عملنا من أخيك كلاوديرا لسه مشغالة بس عملنا اللي هو الـ ما عرفش بالعربي نزلته في الأسواق في البورصة اه الدراج في البورصة ياس الدراج في البورصة فأحلى من أحلى لحظات في حياتي لحظة لحظة ولادة ابني أو بنتي أنا عندي ولادة لحظة زوجك طبعا طبعا طبعاً نحصل زواجي بس لأ لأ بس يعني ابني ماتواد أقول ده شعور فزيعة انت تشوف حاجة خارج ده أنا عملت ده طبعاً مع مراتك كل حاجة بس يعني حاجة فزيعة الشعور بتاع النيويورك ستوك اكتشينج بيدوك شاكوش ويدوك جرس كده قدامك تنسك الشاكوش كده تدرب الجرس معناها شركتك بقت خلاص بقى نفس الشعور بالزبط حاجة عارف شيفرز كده عارف أشعرها كده في القسم كله كان شعور فزيعة نفسه قرروا تاني ان شاء الله كانت في ناس داك كان في النيويورك ستوك اكتشينج وبعدين بعد الستوك ماركت بسنتين فيه شركة جات اسمها كي كي آر دي من أكبر شركات في العالم اشترت كلاودورا كلها فور 5.3 بليون دولار او ماشاء الله كلاودورا صارت شركة خاصة ممتاز بدين طلعت من هوا رحت جوجل بعد يعني بعد كلاودورا رحت جوجل سنتين كنت وكتير بيجي لي السؤال ليه رحت جوجل يعني ليه ما عملت شركة تانية على طول تارت حاجات أول حاجة إنك تعمل شركة دي حاجة صعبة جدا ده سترس لابل أنا عاوني مع مواد يعني أنا كنت بعيط كل شهرين مرة على أقل إنك تعمل شركة دي حاجة صعبة جدا 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 لازم تكون مستعدلة نفسيا يعني زي جواز بالذات ما هو جواز بلا نعيط برضه في الجواز إنه أون أبرج إحنا سعاداء أون أبرج ورهافي بس أبرج لازم تبقى مستحمل للسترس داوا فأنا إنك تبدأ ستارتاب تانية لازم تبقى مستعدة نفسيا زي ما لو نفس الأناعجي لو طلقت ما ترشت الجوزة على طول يعني استنى سنتين بعدين جوز عشان نفسيا تبقى مستعدة للجوزة جديدة وتنجح فهي نفسي فكرة بالذات فأنا قلت لا لازم أريح شوية قبل ما أبدأ الشركة التانية دي أول حاجة تاني حاجة إن أنا في كلاوديرا كنت يعني مركز جدا على المجال الشغل بتاع كلاوديرا اللي هو تحليل المعلومات الكبيرة ده كان كل اللي أنا مركز عليه ما كنتش بشوف بقى اللي بيحصل في الزكاء الاصطناعي واللي بيحصل في في الموبايل نتورك والفايف جي واللي بيحصل في اللي هو العالم الافتراضي ما كنتش منتابع الحاجات دي فلازم لما تبدأ شركة جدا تبريك يعني تدي لابسك فرصة أنا عايز أبعد من اللي أنا كنتم مركز عليه وأشوف إيه اللي بيحصل عشان نقل الحاجة الجديدة اللي فعلا هتبقى هي المستقبل فجوجل كلاود أو أمازون أو مايكروسوفت من أحسن الأماكن اللي تشوف فيها الحاجات دي فأنا كنت يعني عندي خطة يا هجوين جوجل كلاود يا هجوين أمازون يا هجوين مايكروسوفت والحمد لله جالي الرول بتاعي في جوجل كلاود وكان فعلا اختيار موفق وفعلا لما رحت جوجل كلاود شفت اللاجل لانجوش موضلز اللاجل لانجوش موضلز اللي هي التكنيك اللي بيخليها نعرف تشات جي بتي والحاجات دي comes from that شفتها بعيني لا لا إذا ده هي دي واضح إن ده المستقبل فكان ده تاني حاجة تالت حاجة إنه ما تبدأ شركة جديرة هي بقى معك كوفاوندرس صح هتلاقي كوفاوندرس أحسن فين انت تبقى في جوجل أو في مايكروسوفت إنهما يبدأوا معك الحكاية دين وفعلا ده اللي حصل بالزبط كل ثلاثة كلينها من جوجل الكوفاوندرس دوعي باكستانيين هما الاتنين مسلمين إحنا شركة الرياضة البرد داركتوس كلهم مسلمين الحمد لله فدي حاجة أنا فخور بيها وممتازين ممتازين راتويت فيكتارا آه فيكتارا دي قاد بعد جوجل على طول فهي شات جي بي تي للمعلومات الخاصة للشركات بالزاعة بالزاعة فالفكرة تاعة فيكتارا إنه إحنا شات جي بي تي لما راح باسأل شات جي بي تي دي لوقتي واسأله سؤال وحلو جميل وكل حاجة بس ما بيجاوبني بيجاوبني المعلومات الموجودة على الويب يعني المعلومات الموجودة في الببليك لو أنا شركة مثلا بتاعة شركة استثمار أوكي وعندي كل بالعربي تبقى أي ريبورتات تقرير في مصر بنور ريبورتات عندي التقارير اللي أنا كتبها ليه استثمر هنا ليه ما استثمرش هنا ممكن ناخد كل التقارير دي بقى وحطها جوه الشات جي بي تي فور ماي اون دي تا الشات جي بي تي اللي فيه تقارير بتاعتي وعمل معاكم حديث أقول الشات جي بي تي بتاعي أنا آخر مرة لما بسيت على الشركة جاي لي واحد من إسبانيا بيقول لي يعمل لي حاجة على بلوكشين وكريبتو ليه قلت له لأ يروح إيلك أنت قلت له لأ عشان كده وكده وكده آه قل لي معلومات زي دا عن نمرة 2 دا ليه قلت كده روح شارع لك نمرة 2 أوه طب لو كان دا جاي من برازيل بدل إسبانيا اللي بتاع الكريبتو دا وان كنت هتديله فلوس وعلى أقا هيقول لك أنت ممكن بتدلوش فلوس بس في شريكك الثاني في نفس الشركة إحنا عندنا الريبورت بتاعه وهو كان بيقول المفروض نديله فلوس وده الأسباب ليه فأمست بقت المعلومات بتاعتك كأنها موظف معاك في الشركة المعلومات بتاعتك بقت موظف معاك في الشركة فاكر كل حاجة فاكر كل حاجة أي حد عملها في الشركة والمعلومات تتصير ملكي ولا تتصير عندك نسخة منها لا طبعا بتاعت الشركة دي من دي من الحاجات اللي بتفرق عننا وعن Open AI إن Open AI فعلا الشاتجة بتيه لما بتديهم معلومات بيدربوا الشاتجة بتاعهم على معلوماتك فممكن هم يعني كده ييجوا ويقول لك إحنا بقى بينا أحسن منك هنعمل السؤال يبدأ لك لا إحنا عندنا ما بين إزاي بندرب الموديلز وإزاي بنخدم الإجابات للشركة اللي احنا معاها عمرنا ما بندرب الموديل بتاعنا على الحاجات الداتة دي كلها إنكريبتد بالعربي يعني مشفرة مشفرة وإحنا عمرنا ما نشوف يعني مقرب بس إن الإجابة هم ليهم هم يعني ده من حاجات اللي بتفصلنا عن Open AI وممتاز فبنتكلم عنها في حلقة ثانية بنتكلم عن بكتارة كثير ما بيجمعي وقت بس بقى أنا عندي سؤال فضولي خارج النطاق الموضوع أمس كنت تتكلمت عن الدواء ليليز أو الحاجة آه إيلاي ليلي إيلاي ليلي دي شركة مشهولة بتاعت أدوية بيعمل حاجات كتير جيدة إخترعوا دواء قالوا FDA approval السنين الفاتد فضيع فضيع اسمه منجارو منجارو مو مو ج اي ار او منجارو دواء لما تاخده هو حقنا بتاخده في البطن كده بسهلة يعني دوائس ألاوي ما تقعش ما تحسش بجوع خالص يعني أنا أنا ما عنديش أي مش عايز أكل لما حب أكل أكل عشان أنا فعلا دوائتي كعان لازم أأخد شوية أكل صغرين كده وقص الحمد لله ما تحسش إنك كعان بعد ما أخدته وزن ينزل حوالي 30 كيلو 40 كيلو من غير ما أعمل أي فرق ما فيش أي نفس 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 الأكل أنواع الأكل يعني ما فيش أي تغيير تاني خالص أنه هو الحقنادين وكان عندي الشغل السكر بتاعي كان عالي جدا كان 6.4 6.4 دوان اللي هو الـ A1C 6.5 أنت خلاص بقيت دايباتيك بقيت 6.4 ده آخر بتاع الـ Pre-Diabetic نازل 5.3 ونازل فماجيك يعني هو بيغيروا حاجة في البروتينز اللي جوا جسناك تخليك مش تشبع بسرعة يعني سبحان الله سبحان الله فده عشان كده دي من حاجات بتخليني عندي التفاؤل في الـ AI ساعدهم في أنهم يلاقوا الإجابة دي يعني فإن إحنا AI ساعدنا للاقي عدوية إحنا كمال قادمين الشرافة للـ AI وحتى زي الكوفيد يعني كيف جدرة الكوفيد نو وي إن إحنا كنا نجيب علاج كوفيد في ظرف ربع شهور من غير AI نو وي فعشان كان أنا متفائل المستقبل هيبقى حسن بكتير إن شاء الله أنا متفائل بين الحلقة قادمة بتكون أفضل إن شاء الله أنا معرفة أنا أعسف شكرا لكم شكرا لتورك القحطاني في الإعداد عبد الرحمن عبود في التصوير ومحمد الحسن في الهندسة الصوتية عبد المجيد العطاس في التلوين ومحمد نور شمر في التحرير وإدارة التواصل الاجتماعي نورة السبعي وفي إدارة تحرير للبرنامج أسيل بعبد الله هذا فنجان أحد المتجار تركة ثمانية للمشر والتوزيع ننشر كل الإنتعات بحب من مدينة بياض الأسبوع المقبل وقاء